مع اقتراب المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني لإصلاح ما اعتبرها عيوبا قاتلة فيه تتجه الأنظار إلى المساعي الأوروبية للحيلولة دون انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق من جهة ودفع إيران باتجاه تلبية المطالب الأمريكية ولو في جوانب منها من جهة أخرى الرئيس الإيراني حسن روحاني الذي قبلت بلاده قيودا على برنامجها النووية في مقابل تخفيف العقوبات عنها بموجب الاتفاق قال إن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية مستعدة بردود فعل وصفها بالمتوقعة وغير المتوقعة إذن سحبت الولايات المتحدة من الاتفاق المبرمي في عام 2015 وفيما لم يذكر روحاني مزيدا من التفاصيل بشأن تلك الردود تصر طهران على التزامها بالاتفاق طالما التزمت به الأطراف الأخرى لكنها ستمزقه إذا انسحبت منه واشنطن الاتفاق النووي الإيراني سيكون أحد المواضع الرئيسية المطروحة للنقاش خلال مباحثات ترامب مع نظيره الفرنسي إمانويل ماكرون يوم الثلاثاء المقبل ويأمل قصر الإليزي أن يتمكن ماكرون من تقديم توصيات قوية لإقناعة رامب بإبقاء الولايات المتحدة على الاتفاق رغم صعوبة تحقيق اختراق دبلوماسي لتلطيف الموقف الأمريكي وحسب السفير الأمريكي لشؤون نزع السلاح روبرت وود فإن مناقشات وصفها بالحامية تدور مع الحلفاء الأوروبيين قبل انقضاء مهلة الثانية عشر من مايو أيار المقبل وهو موعد استئناف العقوبات الأمريكية ضد إيران إلا إذا قرر ترامب تعليقها وفيما ترى الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق وهي فرنسا وبريطانيا وألمانيا أن إيران ملتزمة بالاتفاق يصفه ترامب بأنه أحد أسوأ الاتفاقات التي جرت تفاوض بشأنها على الإطلاق